نصائح لفترة الحمل كمان نصائح مهمة لفترة الارضاعة وكمان نصائح مهمة للأمهات اللي عم بربوا أطفال من سن سنة لثلاث سنين رح أبدأ بفترة الحمل أزني من أكتر المشاكل اللي بيشوفوها الحوامل أو بيحسوا فيها هي مشاكل وجع الظهر خصوصاً بالمرحلة الأخيرة من الحمل ابتداء من الشهر السابع لعند مرحلة الولادة عادةً وجع الظهر بيصير من قلة الرياضة وكمان إله خاص من الشكل الرأس كيف نازل بالحود بس الرياضة كتير بتساعد لوجع الظهر هلأ رح نشوف صورة كيف وجع الظهر بيأثر كمان على مشية الأم أو كيف شكل جسمها بيصير ممكن يتأوث من وراء خلينا نشوف هلأ بالصورة فعشان وجع الظهر ممكن يأثر على شكل الأم الحامل وكمان بيأثر على وضعية الجنين بالحود وممكن لبعدين يأثر إذا يعني بيعطينا علامة إذا رح يكون في عنا ولادة طبيعية أو لا فمنفضل إنه نعمل رياضة متخصصة للحوامل بالفترة الأخيرة من الحمل ابتداء من الشهر السابع أو لما نبدأ نحس بوجع الظهر هاي الرياضة بتسهل كتير من الولادة كمان بتخفف من وجع الظهر بس مش أي رياضة يعني مش إنه نروح على أي مركز رياضة ونعمل أي رياضة لأنه في رياضات متخصصة للحوامل ووضعيات مختلفة بتخص هذا الوجع من الظهر وهاي اللي بتساعد على إنه تحسين وضع الجنين بالحود وبتخفف من وجع الظهر كمان من المشاكل اللي بتأثر كتير عند الحوامل هي تنفيخ الإجرين تنفيخ الإجرين أو الإيدين مرات أو مرات بتكون بالوج بتصير نتيجة الهرمونات عادة الهرمونات الكتيرة بفترة الحمل بتساعد إنه بتريح كل العضلات الملساء بالجسم واللي هي الأوعية الدموية وأي عضلات تانية جوه الجسم لما هاي العضلات ترتاح بتمرق مي لبريت الجسم ولبريت هاي العضلات بريت الأوعية الدموية وهيك بيحتبس المي بالجزء بعد الجلد أو قبل الجلد فبسير في عنا التنفيخ هلأ لنعالج التنفيخ يفضل إنه نقلل النشويات من أكلنا النشويات مثل في معي هون اشياء جايبتهم هلأ منشوفها مع الكاميرا النشويات مثل البطاطا المعكرونة الرز البسكوت أو الخبز فالنشويات زي ما انتوا شايفينهم هون البطاطا الرز والمعكرونة والخبز المحمص أو الخبز بكافة أنواعه هاي نشويات بتصير تحبس كل المي لما يكون في عنا حمل ونتيجة الهرمونات لأنها بتكون بتمرق المي لبرى الأوعية الدموية فبتصير المي تتحبس بالإجرين أو الإدين إذا منقلل من النشويات خصوصا بفترة الليل كتير بتحسن عنا موضوع احتباس المي بالجسم كمان من الإشياء اللي بدنا نشوفها أو ممكن نشوفها كتير بفترة الحمل من مشاكل هي هلأ منشوف بالصور كمان خلينا نشوف الصور كمان هاي بتتفرجي أكتر الحرقة عند الأم الحامل الحرقة كتير بتصير بآخر فترة من الحمل وهاي بتصير نتيجة ضغط البيبي من الأسفل للأعلى لعند المعدة هاي بتعمل حرقة الحرقة الحل لإلها العلكة فخلينا نستعمل العلكة بعد كل وجبة رئيسية مثلا بعد الغداء أو بعد الفتور العلكة بتخلي كل العصارة تبع المعدة تظلها نازلة تحت وبتعطي إشارات للمعدة إنه تظلها تهدم الأكل فالعصارة ما بتطلع لفوق وبنقلل الحرقة أكيد في كتير أمهات حوامل جربوا إشياء تانية مثل الخيار، التلج، التفاح ممكن تكون عم تزبط بس العلكة عم تزبط مع معظم الأمهات الحوامل كمان من المشاكل اللي بتصير بالحمل ذهبية للأمهات المردعات إذن القواعد ذهبية للأمهات المردعات واللي أنا آخر إشي سألتهم اللي عم بوختوا عندي الحصص فقالوا لي إنه النام بفترة ما البيبي هو نايم لأنه عادة البيبي بنام من 16-18 ساعة خلال فترة أول أسابيع من حياته ولازم الأم تكون عم بتنام بهاي الفترة لحتى إنقلل من التعب اللي رح يصير لبعدين فإذن النوم بفترة ما البيبي نايم سواء بنهار أو بالليل كل ما البيبي نام يفضل إنه الأم تنام هذا بريحها بجبلها أكتر حليب وبيخليها تضلها نشاطها موجود لتكمل أول فترة من حياة الطفل كمان من الأشياء اللي ممكن تكون قواعد ذهبية هي تهتم كتير بأكلها تنوع بالأكل وتنتبه للأشياء اللي لازم تبعد عنها أو تزيد منها مثلا زي ما إنتوا شايفين بصورة في عنا حليب لازم تبعد عنه في عنا عصير بردآن كمان هذا لازم تبعد عنه والأشياء اللي ممكن تكون زي البصل البقدونس كمان التومة هاي الأشياء ممكن تنفخ الأم وكمان بتنفخ البيبي وبتعمله غزات ومغس يفضل إنه نبعد عنها بفترة الارضاعة الطبيعية أما الأشياء اللي بدنا نزيد منها في عنا أعشاب معينة زي الينسون القرفة الحلبة أو الكراويا هاي الأشياء كتير منيحة للحليب بتزيد الحليب وكمان بتزيد إنتاج الحليب وكميته بتحسن للبيبي إنه ما يصير عنده مغس فإذا نهتم بأكلنا نعرف عن إيش بإيش لازم نبعد وعن بإيش لازم نزيد بأكلنا هذا من القواعد الذهبية اللي بتزيد الحليب وبتخفف المشاكل ممكن تصير عند البيبي من مغس وغيره طيب في عنا هلأ قواعد ذهبية للأمهات اللي عم بربوا أطفال من عمر سنة لثلاث سنين عادة بيواجهوا مشاكل الأمهات بالنوم ولأنه النوم لازم يتنظم من هذا العمر من عمر سنة وفوق هو لازم من قبل بس من عمر سنة لازم نشوف البيبي منتظم بالنوم لأنه انتظامه بالنوم بحسن عنده قدراته الذهنية التاني يوم كمان بيقلل من نوبات الغضب تاني يوم وبيخليه ولد نشيط وسعيد كل الوقت فعشان هيك تنظيم النوم قواعد ذهبية للتنظيم النوم أول قاعدة ذهبية أنه ما نوم البيبي من ساعة خمسة المساة لساعة تمانية المساة عادة إذا البيبي نام بهاي الفترات من الخمسة المساة للتمانية المساة بيصير في عنا بشاكل بالنوم لبعدين إنه ما بعرف ينام لأنه هو نام قبل شوي هاي أول قاعدة تاني قاعدة إنه عادة لما تعتم الدنيا كل البيبي لازم يناموا فإذا يناموا على ساعة تمانية سبعة ونص كيف الدنيا بتعتم هنا لازم يناموا لأنه عادة الساعة البيولوجية تبعد جسمهم بتشتغل حسب الشمس لما تطلع الشمس هنا بفيقه لما تنزل الشمس لازم يناموا فإذا ما بدنا نخلي أطفال فيئين على ساعة عشرة بالليل أو تسعة بالليل الأطفال لازم يناموا مع مغيب الشمس هاي تاني قاعدة ذهبية للنوم إذن قلنا أول قاعدة من الخمسة المساء للتمانية ما ننيم البيبيز وبعد الساعة تمانية لازم يكونوا البيبيز نيمين أو الأطفال من عمر سنة لثلاث سنين تالت قاعدة ذهبية لحتى نضمن نوم مريح للأطفال إنه نزيد من النشويات بفترة المساء فإذن في عندي هون جايبت لكم رز خبز محمص زي هذا الخبز الخبز المحمص هو كمان ممكن الأطفال يكلوا بسهولة أكتر من الخبز العادي لأن الخبز العادي عادة مع اللعاب بيصير الكابتل بالحلق وممكن يتشردقوا فيفضل خبز محمص مع بسكوت أو رز أو ماكرونة أو بطاطا هذول يعتبروا من النشويات اللي لازم نزيدهم بفترة المساء للأطفال وفترة المساء لازم تكون تقريبا هيك زي دحش أكل يعني كل ساعة بدنا نعطي شغلة فمثلا على الساعة خمسة أعطينا بسكوتة على الساعة ستة أعطينا مثلا رز رز ولبن على الساعة سبعة أعطينا بطاطا ساعة سبعة ونص كمان أعطينا مثلا رز أو ماكرونة فإذن النشويات خليهم يكونوا بفترة المساء نقلل كتير من الحلو أو السكريات بفترة المساء وكمان نقلل من الفواكه لأنه الفواكه عادة ممكن تمغس البيبي بفترة المساء فإذن لكم بالنشويات هاي القاعدة الذهبية الثالثة للأطفال اللي عم بعانوا بمشاكل النوم وبدنا ننزم نومهم رح أرجع عيد القواعد كمان مرة لأنه مهمين للنوم إذن أول قاعدة من الخمسة إلى التمانية المساء مان نيم البيبي أو الطفل بعد الساعة تمانية لازم الطفل ينام أو لما تغيب الشمس ونزيد من النشويات اللي هي البطاطا المع كرونا الرز أو الخبز المحمص أو البسكوت من الساعة خمسة إلى الساعة تمانية هاي من الإشياء اللي بتخلي البيبي ينام أكتر أو الطفل ينام أكتر